نجيب محفوظ نجيب محفوظ مش بس اسم رنان كده بيشعرنا بالفخر او زي ما بيقولوا وردة فعروة الجاكتة بنتباها وبنتخشخر بيها لا هو قيمة حقيقية في عالم الادب وكل من يتفهمون قيمة الكلمة تحديدا في الادب العربي المعاصر هو اعاد الاعتبار للادب الحديث الادب العربي الحديث هياء ان بنته صحيح ان هي لم ترث عنه صنعة الكتابة ولكنها ورثت عنه الكثير من الخصال الانسانية زي العزوف عن الاضواء البعد عن الصغائر عدم الرغبة في الاشتباك في شجارات وهية عندها كثير من الخصال الانسانية الممكن تتشارك فيها مع والدها وتشاركنا في بعض التفاصيل النهاردة حديث مطول مع ابنة نجيب محفوظ الاستاذة ام كلثوم نجيب محفوظ طبعا احنا ما نعرفش لحضرتك اي صورة غير الصورة بتاعة نوبل اللي من 29 سنة هيعني سنين كتيرة مرت على الصورة دي يمكن دي الصورة الوحيدة اللي ناس تعرف فيها بشكل الاستاذة ام كلثوم بنت نجيب محفوظ صح ولا ليك صور تانية متدولة بتهيئة دي هي دي الصورة نجيب محفوظ امتو الادبية كانت معروفة